موسيقى بعد مفاوضات امتدت الأسبوعين وتأجيل التصويت لعدة أيام مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لتعزيز المساعدات إلى غزة الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصارف أجنبية تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والكريم لن يتوعد بالرد على أي استلاء على أصوله بالغرب البنتاجون يعلن انضمام أكثر من عشرين دولة إلى تحالف حماية الملاحة في البحر الأحمر السلسة مساء بتوقيت القاهرة الوحيدة بتوقيت جرانيكش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى يصوت اليوم مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتعزيز المساعدات إلى غزة وكان مجلس الأمن قد أرجى التصويت على مشروع قرار جاء بعد مفاوضات استمرت أسبوعين تقريبا وتم تأجيل التصويت عدة أيام على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع بحق النقد الفيتو تمكنت من إجراء التعديلات التي طلبتها وقالت إنه يمكنها الآن دعم المقترح ذكر الكريملين أن رئيس روسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الفلسطيني محمود عباث لبحث سبل تهديئة الصراع في غزة وكذلك جهود الإغاثة الإنسانية أضف الكريملين أن رئيسين اتفقا على أن يقوم الرئيس الفلسطيني بزيارة إلى روسيا في موعد يتم تحديده لاحقا اشتركوا في القناة أجرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحقيقا بشأن مجمع الشفاء الطبي في غزة الذي وضع إسرائيل في موقف محرج وكشف تحقيق الصحيفة أن ما قدمته إسرائيل من أدلة بشأن استخدام حركة حماس مجمع الشفاء الطبي مركزا للقيادة والسيطرة يفتقر إلى الواقعية ويعتبر افتراء واستند تحقيق واشنطن بوست على تحليل المقاطع المرئية وصور الأقمار الاصطناعية وجميع المواد التي نشرها الجيش الإسرائيلي استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا وأفدت وزارة الصحة في غزة اليوم بأن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى عشرين ألفا وسبعة وخمسين شهيدا وأن ثلاثة وخمسين ألفا وثلاثمائة وعشرين أخرين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى ذلك أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق إسرس تنشاقهم الغازة السام المسيلة للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قصفها للمصليين في وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم الأحداث وأبعدتهم عن المكان كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى ومنعته لدخول المصليين حيث لم يتمكن سوى 12 ألف مواطن فقط من دخول المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى بمنع المصليين من الدخول لأداء صلاة الفجر حيث أغلقت أبواب المسجد ومنعت أو منعت من منهم من خارج البلدة القديمة ببدينة القدس سواء من أراضي عام 48 أو من أحياء القدس المحيطة من الدخول أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين إثنين واعتقلتهم إضافة لإثنين آخرين خلال مواجهات اندلعت في بلدة برتعة جنوب جنين الواقع داخل جدار الفصل والتوسع العنصري وقال رئيس البلدية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل غلقها لحاجز برتعة العسكري في كلا الاتجاهين يوميا من السادسة مساء وحتى الصباح مؤكدا أن سكان البلدة والقرى المجاورة يعيشون في ظروف قاسية ويضطرون للمشي عبر طرق جبلية وعرة بسبب إجراءات الاحتلال التعصفية من جانبه دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح البرلمانات الدولية لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بفرض عقوبات على المستوطنين لانتهاكهم للقانون الدولي وارتكابهم جرائم ضد المدنيين بهدف التطهير العرقي مطالبا البرلمانات الدولية بمنع وحضر ومعاقبة الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية وفي الصياق ذاته اطلع فتوح القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر خلال لقائه في رمالة على التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين شارك ألاف الأردنيين بكافة المناطق بالأردن في وقفات ومسيرات دعما للفلسطينيين ورفضا لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وانطلقت مسيرة حاشدة من العاصمة الأردنية عمانا دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جمعية وشدد المشاركون في المسيرة بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة دعيا إلى تحرك عربي ودولي فعل لوقف العدوان مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث من قوات الاحتلال دعا المشاركون في جلسة المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل دعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة كأولوية قصوى للمجتمع الدولي واحترام القانون الدولي في فلسطين كما دعا المشاركون الأمم المتحدة إلى الاعتراف الفوري والعاجل بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية فيها بما يتماشى مع حل الدولتين وطالبوا منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين وضعا مساويا لوضع العضو الكامل وإقامة سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإزالة جميع المستعمرات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية صحبة لواء جولاني من قطاع غزة وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل جندي من لواء جولاني وإصابة أربعة في جنوب غزة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعلنت المفوضية الأوروبية أنها اعتمدت حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية وأضافت المفوضية الأوروبية أن المساعدات ستساهم في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظف الخدمة المدنية في ضفة الغربية والعلوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة وسدات تكاليف الحالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية كشفت دراسة للتصنيف المرحلية المتكامل للأمن الغذائي التابع لبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من ربع سكان غزة يواجهون جوعا ومجاعة كارثية وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات جوعا كارثية في غزة يعد أكبر بأربع مرات من إجمالية عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات جوعا كارثية في جاميع أنحاء العالم موضحا أن فئة عدم الأمن الغذائي الحاد والكارثي في الفئة الأكثر خطورة قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قالت إن الوكالة لم تدعو إلى استخدام كافة الطرق البرية والبحرية والجوية من أجل توصيل المساعدات وشددت المتحدثة باسم الأونروا أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشيرة إلى أن ربع سكان غزة يتدورون جوعا جراء الحصار وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء أكدت نقابة صحفين الفلسطينيين مواصلة العمل مع جهات كافة لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية جرائمه بحق الصحفين الفلسطينيين وأفدت لجنة الحريات بنقابة الصحفين الفلسطينيين بأن 83 شهيدا ارتقوا جراء الاستهداف الإسرائيلي للصحفين في محاولة لقتل الحقيقة وإخفاء الجرائم التي ترتكب كل لحظة عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الصحفيين مع بداية عدوانه على قطاع غزة بسبب دورهم الكبير في فطح جرائمه وفي رد فعل جديد على تلك الجريمة أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة العمل مع الجهات كافة في سبيل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين وأفادت لجنة الحريات في بيان للنقابة بأن 83 صحفيا استشهدوا بفعل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين وفق الأدلة والبيانات والشواهد التي تؤكد ارتكاب جيش الاحتلال لهذه الجرائم وأضافت اللجنة في البيان أن مسلسل الاستهداف لا يتوقف عند الاستهداف الشخصي للصحفيين على خلفية عملهم المهني بل يطال عائلاتهم كذلك حيث استشهد المئات من عائلات الصحفيين في قصف منازلهم كما تواصلت جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بالملاحقة والاعتقال ومنع التواقم من العمل وعلى جانب آخر قالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة إن الأسابيع العشرة الأولى من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة هي الحرب الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين مع تسجيل استشهاد أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد هي إذن جريمة مكتملة الأركان يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين المدنيين العزل الذين يؤدون عملهم في ظروف قاسية وأوضاع خطيرة ولا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يلقي بذلاله على الاقتصاد الإسرائيلي وفي هذا الصياق أكدت وزارة المالية الإسرائيلية بإعلانها تسجيل عجزة في الميزانية قدره أربعة مليارات ونصف المليار دولار في نوفمبر الماضي تداعيات عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة تتواصل مع استمرار استنزاف الاقتصاد الإسرائيلي حيث كشفت وزارة المالية لدولة الاحتلال عن تسجيل عجزة في الميزانية قدره ستة عشر مليارا وستمائة مليون شيكل أي ما يعادل أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار في نوفمبر الماضي وزارة المالية الإسرائيلية أوضحت أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل العدوان المستمر منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة مشيرة إلى أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الـ 12 شهرا السابقة إلى 3.4% في نوفمبر الماضي من 2.6% في أكتوبر الماضي الوزارة الإسرائيلية أشارت أيضا إلى أن العجزة في عام 2023 سيرتفع إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإرادات بنسبة 15.6% في الشهر الماضي حيث يرجع ذلك جزئيا إلى التاجلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر في الوقت نفسه بلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر الماضي 22 مليارا وتسعة ملايين شيكل بالمقارنة بمليار وسبعة ملايين شيكل في نوفمبر 2022 وفي السياق نفسه أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أن الاقتصاد نمى في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقع ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب العدوان على قطاع غزة حيث كان قد نمى الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022 إلا أنه يتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023 مما يشير إلى التأثير القوي للهجمات العسكرية الغاشمة على قطاع غزة يوصل معبر رفح استقبال الشاحنات الإغاثية التي تدخل لدعم الأشقاء الفلسطينيين تحوي هذه الشاحنات عدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإعاشة بالإضافة لدخول شاحنات الوقود من السولار والغز هذا ويوصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تبهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وللمزيد معنا من مدينة العريش مباشرة مراسل تلفزيون المصرية محمود جميل محمود بعد التحية ضعنا في المشهد أكثر لديك وآخر المستجدات نعم بعد التحية صار يعني لزالت الجهود مستمرة فيما يتعلق بإيصال وتجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة بداية يعني نحن نتواجد الآن في إحدى الساحات المخصصة في مدينة العريش لاستقبال سيارات الإسعاف التي وصلت عبر الطائرات من الدول المختلفة في مطار العريش وتتواجد حاليا في هذه الساحة في مدينة العريش تمهيدا بالطبع لدخولها عبر معبر رفح لإيصالها إلى قطاع غزة نتحدث تحديدا عن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر هذه هي سيارات الإسعاف التي تتواجد في هذه الساحة بالإضافة إلى أن مطار العريش هذه الوجهة التي يعني أعدتها الحكومة المصرية لاستقبال كل المساعدات من مختلف الدول الطائرات مازالت تتواصل وتتدفق على مطار العريش حيث هبطت اليوم أربع طائرات لمطار العريش نتحدث عن طائرة أردنية على متنها 13 طن من الملابس والمواد الغذائية بالإضافة إلى طائرة روسية على متنها 18 طن من المستلزمات الطبية وطائرة أخرى من كينيا على متنها 33 طن من المواد الإغاثية وأخيرا طائرة من بلجيكا على متنها 52 طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية بالإضافة إلى أنه التجهيز والمجود الذي يتم من جمعية الهلال الأحمر لتفريغ هذه الحمولة وتحميلها على الشاحنات التي تصل إلى معبر رفح نعم صار محمود هل هناك أي عرقلة في دخول الشاحنات أم أن الأمور تمشي بسلاسة ويسر وأيضا هل هناك أي مصابين يدخلون إلى الأراضي المصرية نعم يعني الشاحنات حتى الآن تدخل في سهولة ويسر من خلال معبر رفح نتحدث عن أن اليوم دخل إلى معبر رفح 96 شاحنة منذ صباح هذا اليوم وربما هذا العدد يتزايد بالطبع مع استمرار دخول الشاحنات نتحدث عن أن يعني 50 شاحنة دخلوا من معبر العوجة بالإضافة إلى 46 شاحنة دخلوا من معبر كرم أبو سالم بالإضافة بالطبع إلى استمرار دخول شاحنات الوقود نتحدث عن 6 شاحنات وقود 4 شاحنات للسولار بالإضافة إلى شاحنتين للغاز بالإضافة بالطبع إلى ما زال المعبر يستقبل الجرحة والمصابين ويتم تقديم الرعاية الكاملة لهم يعني بالأمس استقبل معبر رفح 10 مصابين يتم تقديم الرعاية الكاملة لهم ويتم نقلهم بالطبع إلى مستشفيات شمال سيناء إذا كان مستشفى العريش أو الشيخ زوايد أو بئر العبد أو حتى مستشفيات مدن القناة بالإضافة إلى تنسيق آخر يتم مع الدول التي ترغب في نقل بعض المصابين لديها لتقديم الرعاية لهم فهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية ووزارة الصحة في الدول التي ترغب في ذلك بالأمس كان هناك زيارة للسفير الجزائري مع محافظ شمال سيناء وأبدى رغبته في نقل أربعة مصابين للعلاج وتقديم الخدمة العلاجية لهم في الجزائر بالإضافة إلى التنسيق لنقل 450 من المصابين بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم في المستشفيات هنا للمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الكاملة لهم جزيل شكر لك مراسل تلفزيون المصري محمود جميل كنت معنا مباشرة من العريش وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد كيف ترى استمرار الجهود المصرية وإصرارها على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة وتقليل حجم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع يعني دي جزء من الحرقات السياسة مصر الخارجية تجاه واحدة من أبرز القضايا التي تستحوز على الاهتمام الرئيسي لأجندة رئيس الدولة رئيس الحكومة الوزرات المعنية بالقضية الفلسطينية يعني مدخل الحرك بتحدث عنه هو مدخل الأنسانة في السياسة مصر الخارجية لأبعاد كتير يعني جزء من أدوار مصر من التوصل للتهدئة ما بين الجانب الحمساوي وبين الجانب الإسرائيلي حكمه بدرجة أساسية كيف يمكن زيادة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي سواء كانت مواد غزاهية أو مستدزمات طبية أو شحنات للوقود بحيث يغطي كل القطاع شماله وجنوبه باستثناء وزء من تحركات سياسة مصر الخارجية في هذا السياق اللي هي التخفيف المعاناة من فكرة سماع أصوات القذائف والمدافع والطائرات والقاذفات نقلهم من حالة الحرب وحالة الصراع إلى حالة التهديئة وحالة السلم ولذلك دي جهود للتقود على مصر في هذا السياق بالتشاور الجهود المصرية مستمرة لإيجاد هدنة إنسانية مرة أخرى في قطاع غزة ووقف إطلاق النار لكن التقاعص الدولي أيضا واضح جلست مجلس الأمن الدولي التي أرجعت لأكثر من مرة اليوم ننتظر التصويت عليها لدخول المساعدات الإنسانية واستمرارها وإيجاد الهدنة الإنسانية كيف ترى هذا الأمر؟ يعني شوفي في حاجات مش بإيد مصر يعني لو أنا أتكلم على المجتمع الدولي مش بإيد غير إلا أنا بعمل شوية تحرقات في أدوار لمحادثات القادة اللي بيجي يزوروا مصر وبيقابلوا الرئيس وبيقابلوا السيد وزير الخارجية اللي بيقابلوا بعض الوزراء المعنيين السيد رئيس جهاز المخابرات العامة في توجيه لرسائل محددة إن سياسات وأفعال حماس لا تبرر على عقوب الجماعي إن استمرار إسرائيل لذلك في هذا النهج بيعقد من قود الاستقرار الأقليمي إن الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل بيضاعف المشكلة أكتر من برضها حلولها وبالتالي مصر مش بيقديها إن غير إن هي توصل رسائل إن هي بتحاول تفهم القوة الدولية المختلفة وبنحاول طوال الوقت اللي احنا بمستغل أي نقاط لتقاط الأنفاس يبقى فيه دخول لمساعدات عبر عبر أخرى يعني مش المسألة المرتبطة في معبر رب عبار عندما تم فتح معبر قرم أبو سالم إنها كانت نتيجة جهود مصرية مع الإسرائيلي من درجة كبيرة زيادة إدخال المساعدات الإنسانية كمان الاتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي كانت واضحة بشكل كبير يعني المسألة ترتبط بذكرة وقف التهجير لكن أن ترتبط بضرورة فلملد التصايد الاتصالات المصرية مع كافة الأطراف كما تحدثت سواء مع الفصائل الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي إلى حد كبير هناك توافق من النداءات المصرية باستمرار التفاوض لإيجاد حل الدولتين يعني تعيشان جنبا إلى جنب فلسطين وإسرائيل وأيضا على حدود عام 67 وهي السوابت الخارجية بالنسبة للقضية الفلسطينية من وجهة النظر المصرية لكن كيف نتفاد هذا الاتساع لألواقع على الأرض المشهد المأساوي الذي مازال مستبرا في قطاع غزة ويطال أيضا المدن الفلسطينية الأخرى يعني الأفطار المصرية طبعا هي رؤية مصر أيما حوالين إزاي نيوصل لوقف إطلاق النار لكن فيه تعنت من الجانب الإسرائيلي وصار هناك تعنت في التصاوض مع الجانب الحمسوي إنه هو يطرح فكرة لإما وقف إطلاق النار لا مش هنتكلم حوالين يعني تبادل للأسرع والمحتجزين من الجانبين أو حتى التقاعص الأمريكي لأن الولايات المتحدة لا تتحدث عن أصف إطلاق نور تتحدث عن هدنة إنسانية مصر بقى تختلف إنها متحاول تخلي الهدنة إنسانية دي لمدة زمنية طويلة نسبية تبقى من أسبوعين لحوالي شهر بما يساعد على أولا تخفيف معاناة الفلسطينيين لداخل هذا القطاع دخول بعض الفلسطينيين يعني خاصة من أصحاب الحالات الحارجة أو الطريقة بدرجة كبيرة أو في هذا السياق زيادة الشحنات والمواد الإداسية إلى الداخل الفلسطيني وفي نفس الوقت مبادلة أكبر عدد من الفلسطينيين لأننا أعتقد أن المرحلة المقبلة الجانب الحمسوي هيطلب فيها زيادة يعني مش صيغة واحد مقابل ثلاثة هتبقى صيغة واحد مقابل عدد أكبر خاصة لأن في عناصر من الجانب العسكري سواء كان جنود أو جنود احتياط أو زباط في الجيش الإسرائيلي بتلك جهود مصر بتسير في مسالك مختلفة غرضها يعني في الحاصل الأخير زي محرج بتقودي هو فكرة حل الدولتين لكن عيش أن نوصل لحل الدولتين يجب أن أعمل تهدئة يجب أن أعمل وقف إطلاق النوى يجب أن أدخل مساعدات يجب أن أعمل تفاوض وبظل هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة أبقى صعب الحديث عن حل الدولتين نعم هي الخطوط المتوازية للسياسة المصرية لحل القضية الفلسطينية أشكرك جزيل شكر الدكتور محمد عيز العرب الخبير بمركز الأرام للدرسات السياسية والاستراتيجية تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة وخلال الاتصال أكد ماكرون للرئيس السيسي استمرار فرنسا في تعزيز علاقة التعاون المميزة مع مصر وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشددا من جانبه على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في كافة المجالات وأصرح متحدث رئاسة أن الاتصال تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بالعوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع واتفق الرئيسان على تكسيف الجهود المشتركة ذات الصلة كما أكد أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصا على مقدرة شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي هذا وقد توافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين في الملف الأوكرانية ذكر الكراملن أن روسيا لن تترك أبدا أي دولة تستولي على أصولها دون رد مضيفا أن ذلك سيترتب عليه النظر في أمر الأصول الغربية التي يمكنها المصادرة فيها ردا على ذلك جاء ذلك تعليقا على الكراملن على فكرة تجرى مناقشتها في الغرب حيث اقترح بعض السياسيين تسليم أصول روسيا مجمدة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار إلى أوكرانيا وذكر المتحدث باسم الكراملن ديمتري بيسكوف أن أي خطوة من هذا النوع ستوجه ضربة قوية للنظام المالي العالمي وأن روسيا ستدافع عن حقوقها في المحاكم وعبر صبل أخرى إذا حدث ذلك نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجيري رياباكوف قوله أن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني وقال رياباكوف أن الولايات المتحدة يجب أن تعي أن موسكو لا تتشبس بالعلاقات الدبلوماسية معها مؤشيرا إلى أن روسيا مستعدة للرد بالمثل على نشر الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا ومنطقة أسيا والمحيط الهدئ وأكد أن موسكو تتابع عن كثب عمليات تطوير الصواريخ الأمريكية وأنها مستعدة لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة بسرعة للرد بالمثل إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قررت تفرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا في محاولة جديدة لممارسة ضغوط اقتصادية على موسكو وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن أمرا تنفيذيا سيوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ينص على السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستهداف المؤسسات المالية التي تدعم صناعات الدفاع الروسية وتخذ إجراءات صارمة ضد واردات السلع الروسية التي تأتي عبر دول أخرى بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا مع نظيره الأوكرانية روسطم أوميروف تطورات الأوضاع وتعزيز إمكانات كييف العسكرية وأطلع أوستن نظيره الأوكرانية على التقدم المحرز في إطار التحالفات الدولية لتزويد كييف بالقدرات العسكرية اللازمة والتي تم إنشاؤها في إطار مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية والتخطيط لاجتماعات مستقبلية للمجموعة أجرى مكتب رئيس أوكرانيا جولة أخرى من المشاورات مع ألمانيا بشأن التزامات برلين الأمنية تجاه كييف وذكرت رئيسة الأوكرانية أنه تم عقد جولة أخرى من المشاورات مع ألمانيا بشأن إبرامي اتفاق ثنائي بشأن الالتزامات الأمنية تجاه أوكرانيا وضم فريق التفاوض الأوكرانية عددا من المسؤولين الأوكرانيين من جانبه شكرا نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا الجانب الألماني على دوره المهم في دعم بلاده أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود وذكرت القوات البحرية الأوكرانية أنه توجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر أزوف موضحة أن روسيا تحتفظ أيضا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط من بينها حاملتها سواريخ كاليبر على متنهما 16 ساروخا كما أشرت القوات الأوكرانية أن الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم يحتفظ بثمانين سفينة من مختلف الأنواع أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاطها لأربع وعشرين من ثمانين وعشرين طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل وأكتت القوات الجوية الأوكرانية تدمير الطائرات المسيرة فوق مناطق من وسط وجنوب وغرب أوكرانيا فيما أشارت تقارير إلى إصابتين في العاصمة كييف أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة باريانسك المجاورة لأوكرانيا وذكرت الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد أهداف داخل أراضي روسيا باستخدام طائرة مسيرة يذكر أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والسوار وشبه جزيرة القرم بالطائرات المناطق الحدودية المناطق الحدودية موسيقى 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 أظهرت بيانات رسمية محدثة أن الناتج المحلية الإجمالية لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد استقراره في الأشهر الثلاثة السابقة مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما دخل الآن في حالة ركود وقال مكتب الأحصاء البريطاني أن الناتج المحلية الإجمالية للبلاد انكمش بفاصل واحد بالمئة في الربع الثالث وأشار في تقديراته إلى أن الناتج المحلية الإجمالية في الربع الثاني لم يحقق أي نمو وفقت المفاوضية الأوروبية على خطة قدمتها إيطاليا بقيمة 17.7 مليار يورو لدعم بناء وتشغيل نظام مركزي لتغزين الكهرباء بما يساهم في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء من خلال تمكين دمج مصادر التقة المتجددة في نظام الكهرباء الإيطالي وذكرت المفاوضية الأوروبية أن الخطة التي قدمتها إيطاليا ستدعم بناء مرافق تخزين الكهرباء وبموجب البرنامج ستأخذ المساعدة شكل مدفوعات سنوية تغطي تكاليف الاستثمار والتشغيل لمطور تخزين الكهرباء احتج اليوم الآلاف خارج مبنى الكونغرس في الأرجنتين رفضاً لتوقيع رئيس خفير ميلي على مرسوم إلغاء القيود التنظيمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة بالبلاد ووقع ميلي أمس مرسوماً يحدد الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك إنهاء القيود على الصادرات بالإضافة إلى إجراءات لتخفيف اللواح مرسوم مسير للقدل ذلك الذي وقع عليه الرئيس الأرجنتيني خفير ميلي لمواجهة الأزمة الاقتصادية مرسوم يقضي بتعديل أو إلغاء أكثر من سلاسمائة من التشريعات والضوابط المالية والاقتصادية في الأرجنتين وفي خطاب بسه التلفزيون قال ميلي إن الهدف هو بدء المصار نحو إعادة إعمار البلاد وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي للبلاد والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في البلاد الرئيس الذي انتخب في نوفمبر الماضي أوضح أنه من بين الإجراءات التي يتضمنها المرسوم إلغاء قانون الإجارات لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وأضاف أنه سيتم أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خسخصة الشركات العامة مشيراً إلى أن هذه الشركات سيتم تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسئولية تمهيداً لخسخصتها ويعتزم رئيس الأرجنتين العمل على تحديث قانون العمل لتسهيل خلق فرص عمل حقيقية وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسئولية كما يشتمل مرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية في قطاعات شتى تتراوح ما بين السياحة والإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية ولدخول المرسوم حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية ثم تتولى لجنة المشتركة بين مجلسي الشعب والشيوخ دراسته لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا وفور التوقيع للمرسوم خارجت المظاهرات وأمام مبنى الكونغرس تنديداً بالمرسوم ورفضاً لبنوده الأرجنتين تعاني من تضخم سنوي يصل إلى 143% مع انهيار لقيمة العملة ويعاني أربعة من كل عشرة أرجنتينيين من الفقر كما تعاني البلاد أيضاً من عجز مالي كبير وعجز تجاري قدره 43 مليار دولار بالإضافة إلى ديون هائلة بقيمة 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي منها 10 مليار دولار مستحقة للدائنين متعدد الأطراف والقطاع الخاص وفق صندوق النقد الدولي على شريحة من قرد بلغت قيمته 43 مليون دولار للكانغو في أعقاب ختام المراجعة الرابعة بموجب التسهيل لإتماني الموسع وذكر صندوق النقد الدولي أن القرد سيساعد الكونغو الديمقراطية على تنفيذ سياساتها الإنمائية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وسط ارتفاع التدخم وارتفاع أسعار الغداء وتقلب أسعار النفط ورفع معدلات الفائدة وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز قدرة الكونغو الديمقراطية على تحمل الديون من خلال إصلاح دعم الوقود والتزام السلطات بمتابعة الضبط المالي في عام 2024 إلى جانب تحسين تعبئة الإيرادات المحلية وتسريع الإنفاق الإنمائي وزيادة النفقات الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الضعيفة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن أكثر من 20 دولة انضمت إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات قوات الحوثي في اليمن أضاف البنتاجون أن قوات الحوثية تهاجم الرخاء الاقتصادي للدول وكما تهاجم ازدهارها في جميع أنحاء العالم مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن للاستجابة وتأمين المساعدة عند الضرورة للسفن التجارية التي تعبر هذا الممر قالت اليابان أنها تستعد لشحن صواريخ باتريت لدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية يأتي ذلك بعد تخفيف القيود على تصدير الأسلحة حيث أوضحت الحكومة اليابانية أن الصواريخ ستستخدم في إعادة ملء مخازن ترسانة الجيش الأمريكي من أجل سلامة وأمن منطقة المحيطين الهندي والهادي وفقت الحكومة اليابانية على ميزانية سنوية تتجاوز قيمتها 112 تريليون ين بما في ذلك انفاق قياسي جديد للدفاع على خلفية تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية وتعتزم اليابان أيضا زيادة المخزون الخاص بها من ذخائر لمجهة سيناريو حرب طويلة وتعزيز مواردها في مجال الدفاع السيبراني والمجال الفضائي العسكرية أعلن جيش نايجر في احتفال أقيم في نايامي إنجاز القوات الفرنسية انسحابها من البلاد لإنهاء وجود عسكري امتد عشرة أعوام وأشار مسؤولون بالجيش إلى أن ذلك الحدث يمثل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي أعلنت عملية الإنقاذ في قريتين في مقاطعة شانغهاية تعرضا للانهيار الأرضي أنه يتم الآن عمليات الإنقاذ بعدما أفادت السلطات الصينية بأن هناك زلزال قتل 134 شخصا على الأقل بالإضافة إلى 186 جريحا في تشانغهاي مما يرفع إجمالي عدد المصابين لما يقترب من ألف مصاب شهدت درجات الحرارة الشتوية في الصين انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة مع تساقط ثلوج كثيفة على نتاق واسع في أجزاء كثيرة من البلاد يأتي ذلك فيما بدأت موجة باردة مما أدى إلى تساقط الثلوج على نتاق واسع ودرجات الحرارة المتجمدة في جميع أنحاء الصين أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من تساقط ثلوج كثيفة في محافظتي تياما وفوكي الوقعتين في وسط البلاد وحذرت الوكالة من احتمال حدوث اضطرابات مرورية مضيفة أن تساقط الثلوج ناجم عن كتلة هوائية باردة ومن الممكن أن تستمر هذه الأحوال الجوية في المناطق الواقعة على طول بحر اليابان حتى غد السبت أحالت المفوضية الأوروبية أسبانيا إلى محكمة العدل الأوروبية لفشلها في الامتثال لتوجيهات معالجة المياه في المناطق الحضرية وذكرت المفوضية في بيان أن هذا التوجيه يهدف إلى حماية صحة الناس والبيئة من خلال اشترات جميع مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية ومعالجتها قبل تصريفها في البيئة نظرا لأنه يمكن أن تؤدي مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى تعريض صحة الإنسان للخطر وتلويث البحيرات والأنهار والتربة والمياه الساحلية والقوفية أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 1.2 مليار يورو من صندوق الانتقال العادل التابع لها لتمويل برامج التحول المناخي العادل في بلغاريا وذكرت المفوضية في بيان أن التمويل الجديد سيدعم بلغاريا في الوصول إلى أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030 وتحقيق اقتصاد محايد للمناف بحلول عام 2050 مضيفة أن اعتماد برامج اليوم تكمل الموافقة على استثمارات إجمالية بقيمة 11 مليار يورو في سياسة التماسك لدعم بلغاريا نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية شطاء تابعة لمركز دومياط يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث تم توقيع الكشف الطبية على المواطنين كما تم تنفيذ عدد من الندوات التسقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية القرية هنا دايما من القرى التي تشهد إقبال كبير من المواطنين لأنهم يعرفون مدى جاوة الخدمات الصحية اللي المريض بيحصل عليها من خلال القفلة القفلة النهاردة فيها 12 عيادات تخصصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود أخصائي أو استشاري بنراجع مركز المعلومات وبنراجع قاعدة البيانات اللي موجودة عندنا في مركز المعلومات عشان نشوف آخر قفلة تمت في القرية هنا إيه؟ فبالتالي بنبدأ نجهز القفلة قبلها بوقت كافي وبنشوف العيادات التخصصية اللي هنوفرها عندنا وبنشوف التخصصات الطبية المختلفة اللي هتبقى موجودة بنشوف الفريق الطبي برضو اللي هيبقى موجود معانا جات النهاردة كشفت والمعاملة جميلة والمعاملة حلوة ووصفوا لعلاج وقال لي على عينك مية بيضة ووصفوا لعلاج هاخد العلاجة هو المعاملة ما فيش بعد كده حاجة الحمد لله كشفنا والأمور ماشية تمام ولا في حد بياخد فلوس ولا أي حاجة وفيه علاج والكشفات متنظمة وحاجة حلوة ما فيش بعد كده حاجة في الدنيا هم كواسين ما أخذ حد أخذ مني فلوس ولا أخذ مني حاجة وكشف أزن برضو من الدكتور برضو شاطر معايا تواصل الدولة جهودها في تمكين القطاع الخاص في إطار لفتت إليه وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمينتا وذلك خلال زيارته لمصر حيث أوضحت المشاط أن منصة حافظ للدعم المالي والفني ستفتح المزيد من الفرص للشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر تستهدف الدولة تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد وفي إطار ذلك استعرض وزير التجارة والصناعة أحمد سمير الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية بمحافظات بن سويف والبحيرة والفيوم ومستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تم تعاقد مع عشر شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحدي والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليارات جنيه وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنى حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65% تواصل الدولة جهودها في دعم وتوسيع مشروعات المياه حيث أكدت وزارة الموارد المائية والرأي أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه مشروع تحسين نوعية المياه بمصر في كتشنر جاء ذلك خلال اجتماع وزير الرأي هاني سويلم مع مديرة إدارة البنية التحتية ببنك التنمية الأوروبي سوبارات لبحثي مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية حيث أوضح سويلم أن دعم البنك للوزارة في إعداد خطة متكاملة يتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البينية المتوقعة مشيرا إلى التعاون في تقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري وإعداد دراسات الجدوة وأهليات التمويل للأعمال اللازمة شاركت مصر في إطلاق مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ يأتي ذلك بالتعاون بين مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلومة التكنولوجيا والاتحاد الأوروبي حيث أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد نموذجا حقيقيا لشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحث العلمي لمواجهة تحدي تغير المناخ وطنيا تولي الدولة اهتماما كبيرا بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف التراثية واليدوية والتكتلات الاقتصادية وفي إطار ذلك نقش وزير التنمية المحلية هشام أمنى ووزيرة الدولة للهجرة سوها جندي أليات للتنصيق والتيسير على المصريين بالخارج للحصول على المنتجات المصرية اليدوية والتراثية ولفت أمنى إلى أن منصة أياد مصر الإلكترونية تسوق المنتجات الحرفية واليدوية وتقوم بالتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وخلق فرص عمل وتحسين دخل الأسر إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرة الثالثة بعد مفاوضات امتدت لأسبوعين وتأجيل تصويت عدة أيام مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لتعزيز المساعدات لغزا الولايات المتحدة تفرض عقوبة على مصارف أجنبية تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والكريم لن يتوعد بالرد على أي استلاء على أصوله بالغرب البنتاجون يعلن اندمام أكثر من عشرين دولة إلى تحالف حماية الملاحة في البحر الأحمر ختم نشرة الثالثة قدمناها لكم من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة